السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مسمام التعليمية النهاردة هنحلوا مع بعض الجزء الثاني من كتاب الاكتيفتي بوك الخاص بيونت ناين ان شاء الله هنحلوا مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة علشان تحلوا مع اولادكم بكل سهولة تبعوا معايا لحد نهاية الفيديو علشان تستفادوا لو اعجبكم الفيديو ما تنسوه تدعموه بلايك الفيديو ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان ينصلكم كل جديد يلا اصدقائي نبدأ درسنا مع بعض هنبدأ اول حاجة مع بعض بيش ترتي سافن ذا ريفر نايل نهر النيل بيزبي بتقول read and complete اقرأ واكمل number one energy الطاقة clean ينظف population اللي هو السكان electricity الكهرباء dirty يعني قذر وممكن نقول عليها dirty dams يعني السدور number one هو حللها بيقول population اللي هو السكان of egypt is one hundred million يعني عدد السكان في مصر كام مية مليون people use the river nail for where are in الناس بيستخدموا نهر النيل من اجل المية food الطعام and transportation من اجل كمان التنقل there are many يوجد لحديد من احنا حنختار عندي dams institute in the river nail في نهر النيل بعد كده بيقول moving where are in المية لما بتتحرك mix بتعمل ايه بتعمل ايه اصدقائي بتعمل energy يعني بتعمل طاقة بعد كده بيقول the energy يعني الطاقة دي mix بتعمل ايه الطاقة دي بتعمل لنا electricity الكهرباء to use in people's house علشان نستخدمها عندي فين في المنازل او الناس بيستخدموها يعني في منازلهم we have to واحنا يجب علينا to keep the river احنا نحافز على النهر نحافز على ايه اصدقائي النهر يكون ايه clean يكون نظيف بعد كده عندي بيقول pollution عشان التلوث mix the auror التلوث ده بيخلي المياه بيخليها dirty يعني قذر او ممكن نقول dirty يعني pollution is bad for animals plants and people يعني التلوث ده بيكون سيء مين او مضر يعني المين للحيوانات والنماتات والانسان بعد كده bcb بتقول read an answer اقرأ واقب number one what is the population of ايجيب عدد السكان اللي بيكون في مصر هنا عندي بيقول 100 مليون هو حاللها number two what do people use the river Nile for الناس بيستخدمه ونهر النيل من اجل ايه هنا حنقول full world food and transportation يعني من اجل المية والطعام والتنقل number three what does moving world make يعني ايه اللي بينتج لما المية بتتحرك او المية بتتحرك وتعمل ايه هنا عندي بتعمل energy حنقول الطاقة number four what do people use in their houses يعني هنا بيقول ايه اللي بيستخدموه الناس في منازلهم هنقول هنا عندي electricity الكهرباء number five why is pollution bad for the river ليه التلوز بيكون سيء للنهر هنا هنقول because علشان خطر ايه اصدقائها عارفين ليه هنا هنقول هنا عندي because it's bad for animals plants and people علشان بيكون سيء للحيوانات والانسان والنبات بعد كده هنتقل عندي للبيرج اللي بعده هنا عندي صديقاتنا بيزي بي بتقول do the crossword زي ما شايفين معايا دي الكلمات المتقطعة هنا عندي اول حاجة في down number one دي جايب عندي اللي هي perch number two soft shell احنا طبعا اصدقائي هنحلهم زي ما شايفين هنا عندي في مربعات بتاعتي في down بعد كده عندي number five دي هتكون معايا lizard اللي هي السحلية طيب عندي في الاكروس طبعا اول حاجة هو ده number three spiny ill طيب بعد كده عندي number four crocodile اللي هو التمساح اخر حاجة عندي number six دي تلابية طيب بعد كده عندي بيزي بي بتقول star and row يعني اقرأ وجاوب وارسم هنا عندي number one زي ما شايفين عندي ده لغز يعني احنا هنقرأ مع بعض وبعد كده هنشوف عندي من عندي الانيمول بتاعي هو بيقول اول حاجة عندي i have a long tail يعني انا عندي ديل طويل and four short legs وعندي اربع اقدام قصيرين طيب باقي بيقول i have lots of teeth عندي اثنان كتيرة and a very big mouth وعندي فم كبير what am i مين انا هيا اصدقائي بعد كده عندي بيقول number two i am long انا طويل and thin ورفيع i don't have legs وكمان ما عنديش ارجل but ولكن i am not a fish لكن انا مش سمكة i am not a reptile انا كمان مش من الزواحف what am i مين انا طبعا ده عندي spiny eel اللي هو عندي الصعبان الشوكي يبه هنكتب عندي spiny eel number three بيقول i am reptile يعني انا من الزواحف i have four short legs يعني عندي اربع ارجل قصيرة and a long tail وديل طويل i have a long tongue يعني وعندي لسان طويل what am i انا مين طبعا دي عندي lizard الصحلية number four هنا بيقول i am good at swimming يعني انا جايد في السباحة but i am not a fish لكن انا مش سمكة i have four short legs عندي اربع ارجل قصيرة and a short tail وعندي ديل قصير i am round يعني انا دائري او يعني مدور what am i مين دا طبعا دا عندي soft shell turtle يعني استو الحفاظ ذاته غطاء املس طبعا احنا عندي هنا بعد ما هنجاو وكمان هنرسم كل صورة معايا طيب بعد كده هننتقل البيلجة اللي بعده صدقتنا بيزي بي بتقول read and complete يعني اقرأ واكمل number one بيقول we save هنا هنختار طبعا ورا للمية احنا بنوفر المية او بنحافظ على المية هنختار هنا عندي هنكمل كلمة clean يعني نظيف بعد كده عندي بيزي بي بتقول read and complete اقرأ واكمل هنا عندي number one بيقول هو حليلها عندي وكاتب walk to school يتمشى للمدرسة number two have هنا هنختار عندي a shower it saves ورا يعني دا بيوفر المية number three ten of the هنا هنختار عندي ورا يعني نحافظ احنا نغلق المية it saves ورا يعني دا بيوفر المية ايضا طبعا احنا هنختار عندي الكلمات اللي موجودة عندي في الدودة اللي من فوق number four ten of the هنا هنختار عندي كلمة light يعني اغلق النور it saves energy دا بيوفر الطاقة number five recycle plastic يعني اعادة تدوير البلاستيك هنا هنختار عندي كلمة pearls اللي هي الزجاجات number six keep our هنا هنختار عندي our country clean يعني احنا يجب نحافظ على ايه دولتنا نظيفة هننتقل بعد كده للبيت اللي بعده هنا عندي بيزي بي بتقول read and match يعني اقرأ وصل number one what do I have to do هنا عندي طبعا هو حاليله كاتب you have to do your school project number two where do I have to go اين يعني انا يجب اني اذهب طبعا هنا عندي هنختار you have to go to school number three who do I have to see هنا هنختار عندي you have to see your teacher هنا بيقول مني الي يجب اني اشوفه وهنا هنقول ان انت اجب عليك ان انت تشوف ايه المعلم بتاعك بعد كده عندي صديقتنا بيزي بي بتقول read and circle يعني اقرأ وضع دائرة حوله number one do I have to turn of the light يعني هل انا اجب علي ان انا اغلق النور طبعا هنا هنقول ايه yes you do ايوه طبعا طب number two do I have to put pearls in the recycle bin يعني هل يجب اني انا اضع الزجاجات في سلة اعادة التدوير طبعا عندي الاجابة بتاعتي yes هنقول هنا yes you do number three do I have to go to school on the weekend يعني هل يجب علي ان انا اذهب للمدرسة في العطلة بتاعتي طبعا هنا عندي هنقول no no you don't طيب number four do I have to go to bed early on school days هنا بيقول هل ان احنا يجب علي ان اذهب للسرير مبكرا في ايام المدرسة طبعا مفروض طبعا يبا هنا هنقول yes you do number five do I have to recycle plastic هل يجب ان احنا نعيد تدوير البلاستيك هنا طبعا هنقول yes you do number three صدقتنا هنا بيزي بي بتقول read and complete يعني اقرأ واكمل هنا عندي have to don't have to طبعا انا شلحتهم قبل كده في الجزء الخاص بالشرح في الفيديو الخاص بالشرح هنا عندي طبعا سريعا have to معناها يجب don't have to معناها لا يجب هنا عندي لدي number one بيقول I have to get up early in school days يعني انا يجب ان انا استيقظ مبكرا في ايام المدرسة طبعا هنا هف تو عشان طبعا ده شيء واجب number two I طبعا هنا بيقول get up early on your day يعني احنا نستيقظ مبكرا من يوم السبت طبعا احنا السبتة عندنا اجازة يبقى هنقول I don't have to لا يجب علي number three I بعد كده بيقول do homework after school طبعا هنختار هنا عندي have to ان احنا مفتوض يجب ان احنا نعمل homework بتاعنا بعد المدرسة number four I not go to school on Friday احنا بنروح المدرسة يوم الجمعة طبعا عندي لا هنقول يبقى I don't have to number five I'm not ill انا مش مريض I not go to the doctor يعني يبقى انا ايه مش مفروض ان انا اروح للدكتور يبقى هيقول I don't have to go to the doctor يبقى انا مش مفروض عليها او لا يجب عليها ان انا اروح للدكتور number six I بعد كده بيقول pick up trash and turn off the light يعني احنا نجمع القمامة ونغلق الانوار يبقى هنقول ايه have to هنتقل بعد كده عندي page اللي بعده بتقول listen and number يعني استمع ورقم هنا عندي طبعا ده حبيبي جزء ده اصدقائي خاصة عندي بالlistening انا مش حاليا مش معايا كتاب بتاع listening طيب بعد كده عندي اللي بعده صديقاتنا بيزي بي بتقول read order and write يعني اقرأ ورتب واكتب هنا عندي اول حاجة بيقول number one up trash i pick هنقول هنا عندي aim i pick up trash يعني انا اطلقت القمامة number two trees we plant هنقول we plant trees number three river i the clean هنقول i clean the river يعني انا انظف النهر number four the clean peach we هنقول we clean the peach number five burles i plastic recycle هقول i recycle plastic burles طيب كده عندي ده اصدقائي بعد كده عندي هننتقل البيتج اللي بعده in phonyx with bzb تعلم الاصوات مع النحلة طبعا احنا شرحنا عندي الجزئية دي في الفيديو الخاص بالشرح هنا عندي bzb بتقول look and write يعني انظر واكتب هنا عندي number one هو حالي لها بيقول they fly home طيب بعد كده عندي number two it هنا عندي هنختار عندي flies بطيب it عندي هنحط عندي للفعل بتاعي i es بعد كده هنا عندي صديقتنا bzb بتقول listen write and say استمع واكتب وقول هنا عندي number one one girl هنا طبعا كحالي لها كاتب cry number two هنا بيقول two girls يبقى هنقول هنا عندي cry هنحط عندي y number three he tries يعني هنحط هنا عندي i es علشان عندي الفاعل بتاعي he number four هنا عندي بيقول they بتاعي الفاعل بتاعي الجمع يبقى هنحط عندي try يبقى عندي هنحط الفاعل معاكم part two تابعوني في part three لو عقابكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لا هيكل الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان نيساتكم كل جديد